سؤال بجيني كثير هل العمر ممكن يكون عائق أمام الهجرة للممرض إلى أمريكا؟ الجواب باختصار طبعا لا أول عن آخر الشغلة شغلة رزقة لو ربنا كاتب لك الرزقة راح تروح بأي طريقة كانت لكن لو أنت رحت على أمريكا وعمرك ثلاثين، خمسة وثلاثين، أربعين سنة احتمال كبير جدا أنه تلاقي نفسك أنت أصغر واحد بالقسم لأنه في بعض الناس وصل ثمانين، خمسة وثمانين سنة عمره ولسه بشتغل عارف حاله بيحب هاي المهنة من ناحية ويمكن بعض الناس عارف حاله لو جعد في البيت ما أحد رح يصرف عليه أو يسددله فواتيره أو كهربته أو ميته فعلى كل مهما كان السبب 90% رح تلاقي القسم فيه عشرة منهم 8 أو 7 أكبر منك هاي نقطة ما بتطلعوا على العمر عند التوظيف المهم معك شهادات، معك كوبين تنسي، بتعرف تركب كانولا، بتعرف تحكي مع المريض بتعرف تشرحان الدوعة، بتعرف تعمل سيكوليجيكال سبورت، خلص شو بدي منك كتر من هيك؟ أنا ما بدي أكتر فع أثقال، شو بدي فيه عمرك؟ لو هاجرت بعمر كبير، بدك تعرف أنه أول أكم شهر بدهم معلمك الشهول لأنه البوليسي هناك بيختلف عن السيستم اللي عندك فلا تتحسس من هذا الموضوع خصوصا أنك رح تنمو بشكل كبير كلها سنة أو سنتين وبتنتقل على مكان ثاني أو بوزشين أهلا، تحمل لك شوي فيه ناس ما بيحب يكون طالع من منصب، يكون مثلا هيد نيرس أو سوبرفايزر وروح أبلد ثاني يرجع جونيور من جديد هاي مشكلتك، لأنه زي ما قلت لك النمو سريع كثير رح يكون إحنا ببلدنا بتقول 12 سنة تتصير تشارج نيرس أو حتى أكتنج تشارج نيرس وبعدها بكمان 10-15 سنة بتصير هيد نيرس أو سنة أو سنتين أكتنج بعدين بتصير هيد نيرس، هناك لا إذا شديت حيلك وتعلمت وجبت شهادات وكان النمو تبعك سريع، ممكن في سنتين ثلاث تصير هيد نيرس عادة جدا بالنسبة للمرتب لا تفكر بالمرتب، وين ما رحت مهما كانت المدينة أو الولاية، المرتب رح يكفيك رح يكفيك حتى لو عندك ألف ولد لأنه الضرايب مش عالية كل ما خلفت أكثر، بتكون الضرايب أجل، وكل آخر سنة فيه اشيء اسمه تاكس ريتيرن، أنت دفعت مثلا عشر تلاف، الحكومة ما احتاجتهم كلهم بتيجي آخر السنة تقول لك إليك عنا ألفيان، إليك عنا أربع، ممكن ترجع لك العشر كلهم عادية بالنهاية لو هم العمر عندهم عائق، كان قالوا لك شرط يكون عمرك أجل من كذا أو أكثر من كذا فما دام هم ما يدقوا على هذه النقطة، فاكرش فيها وبالتوفيق للجميع